مرحبا لجميع مشاهدي الأنباء سبورتس هذه السينة كانت كتير غريبة على عالم كرة القدم يعني شفنا طبعا الأوضاع الصحية كورونا وتأثيرها على هذه اللعبة الجماهرية الخسارات الكبيرة للأندي الأوروبية وغير الأوروبية إمكانية تخلي وفنتوس عن رونالدو المشاكل اللي عم بعاني مننا اليونال ميسي مع إدارة نادي برشلونا ومؤخرا طبعا وفاة الأسطورة الأرجنطنية مارادونا طبعا هيدا الموضوع رح نحكي فيه أكتر مع الصحفية الرياضية دينا جركس دينا يعني أهلا وسهلا فيك بداية ببرنامجنا يعني شكلت وفاة الأسطورة مارادونا صدمي لمحبيه وحتى أعلن رئيس البلاد الحداد ثلاثة أيام من بعد وفاته كنت عم بقرأ دينا بأحدى الصحف عم بيقولوا أنه مارادونا هو هيدا اللاعب الأسطوري اللي قدر يربح العالم من خلال موهبته وتميزه وقدر كمان يخسر نفسه من خلال المخدرات قداش هي صحيحة إذا بدك هيدا العبارة؟ صحيح بمطرح من المطارح كان عمدة نابولي كان واصفه أنه فيه شخصيتان لمارادونا عندك دياغو وعندك مارادونا اللي نحنا بنعرفه على أرضية الملعب وعندك دياغو الشخص يلي أثر عليه كتير المافيا الإيطالية بنابولي وجره للمخدرات ولخيانة زوجته وللقصص السوداء اللي نحنا بنعرفها عن مارادونا ولكن هيدا شي ما بينفي وما في يكون نقطة سوداء كبيرة بتاريخه لأنه مارادونا الشي اللي حبه بالعالم فيه هو أنه شخص بيشبه الكل اعترف أنه كان عنده خطايا كتير كبيرة وطلب الغفران من شعب نابولي ومن شعب الأرجنتين وضل يخطي وضل هيدا الكاركتير طبعه يعني هو ما كان شخص ملاك ونجر لمطرح من المطارح يعني إنسان ما أنه مثالي يعني حتى بسنة الستة وتسعين متل ما بنعرف ومن بعد ما قدر أنه يتخلص من المخدرات اللي كان عم بيخادها طلع على الصحافة وقال أنه أنا كنت مضمن وحضلني مضمن طول حياتي بس نحنا بنعرف أنه بعدين قدر يتخلص من المخدرات بس رجع لقافة تاني إذا بدك هي الكحول وتعرض لعدة صدمات إذا بدك صحية بحياته من وراء هذه المشاكل إذا بدنا نركز شوي على أبرز المحطات الرياضية بتاريخ مارادونا شو هي؟ ما فينا إلا ما نذكر أنه هو أسس لتاريخ نابولي بالإضافة إلى أنه أسس لحقبة كأس العالم الكبيرة مع الأرجنتين يعني إذا في حدا عمل حقبتين لا منتخب ولا نادي ما بتلاقي إلا مارادونا مع نابولي يعني جاب لهم شامبينز ليج وجاب لهم البطولة المحلية وجاب كأس العالم للأرجنتين والتنين ما قدروا يعملوا يرجعوا يوصلوا للمجد اللي وصلوا له مارادونا يعني عندك هالحالتين واحدة محلية بالأرجنتين وواحدة بإيطاليا وهلأ نابولي أعلنوا مبارح أنه خلاص سموا الملعب على اسمه وبتلاقي بالأرجنتين بعضوا له هلأ أنه أد مليونال ميسي عمل وأد مليونال ميسي وصل ما عم يقدر يوصل لما كانت مارادونا عند الشعب الأرجنتيني وهذا شيء يلي بيقلك أنه هالإنسان عمل لشعب وعمل كرة قدم ببلد معين شيء ما قدر يعملوا ميسي فهيدا رفرنس بيقدر يعطيك صح يعني كمان من فينا ما بيتذكر الأهداف أو الهدفين اللي سجلنا بإنجلترا واحد منهم بإيده والتاني هو الهدف العالمي اللي الكل بعض بيتذكره بما أنه عم تحكي عن اليونال ميسي يعني طبعاً إحنا بنعرف أنه اليونال ميسي شوية بيشبه مارادونا بطريقة لعبه اليونال ميسي اليوم كمان عم بيواجه مشاكل كتير كبيرة مع برشلونة ورجعت الأخبار إذا بدك عم تتصدر عنوين الصحف اسم اليونال ميسي وعلاقته مع جريزمان بالرغم يعني من أنه وضحوا رجعوا هيدا الخلاف اللي صار بيناتهم بس كمان يعني دي نأس برنجيني تطلع شوية على أرقام اليونال ميسي منشوف بالدور الإسباني اللي حديث هلأ بس مسجل ثلاث أهداف اثنين منهم بينالتز وحتى بالشامفينز ديك كمان مسجل ثلاث أهداف وكلهم بينالتز اليوم إذا بدنا نجي شوية نفوت بكواليس نادي برشلونة وبالأخص بيليونال ميسي شو عم بيصير مع اليونال ميسي؟ أولا إذا بدنا نحكي عن الأهداف طريقة الأهداف ما فينا نحكي بس عن ميسي لأنه برشلونة كله على بعضه عم بيعاني من تسجيل من اللعب المفتوح وعن بيعاني من ترجمة الفرص لأهدف هذا موضوع تاني بس أكيد ميسي إذا انت بتطلع فيه بعمق بالملعب بتحسوا أنه منه هو يعني أول مباريتين لعبهم بالسيزن قلنا أنه لأ هو منفصل عن المشاكل اللي صارت بالصيف ولكن بعد ما استقال بارتو بيون وبعد كتير تصاريح شيء من عم جريزمن وشيء من الصحافة الأخرى لقينا أنه لأ ميسي بعده على قراره بالرحيل بعده أنه لأ عفوا بالتعبير أرفان من الوضع ببرشلونة وهالشي عم يترجم على أرض الملعب بلاس أنه ما بق فيه انسجام يعني مظبوط أنه فيه عناصر جديدة ببرشلونة ولكن بعد ما وصل للانسجام اللي بده يا ميسي تيحقق أهدافه هذا الشيء اللي بيخلينا نقول أنه بعده لا هلأ يعني إجر جوه وإجر بره كمان حتى مؤخرا طلع التقارير الصحفي بتقول أنه المجموعة المالكة لمنشستر سيتي حتقدم عرض لليونة الميسي أنه يضل معه عشر سنين حيلعب يمكن كم سنة مع منشستر سيتي يرجع ينتقل لنادي آخر مثل المصاري يمكن مع لامبرد برأيك هل ممكن ينتقل ميسي لمنشستي؟ مش مش مستبعد أبدا خصوصا أنه في دلالة كبيرة هي تمديد عقد بيب جوارديولا مع منشستر سيتي لموسمين والعقد يلي كان مفروض أنه يتقدم لميسي كمان كان على موسمين ونقال بالصيف أنه شارط ميسي للذهب لمانشستر سيتي هو بقاء بيب جوارديولا مدربه السابق ماديا منشستر سيتي قادر ومشروع منشستر سيتي مغري جدا لميسي منشستر سيتي عنده سرجي وأجويرو اللي هو صديق ميسي المقرب وكل الظروف يلي بدوا إياها ميسي موجودة بهيدا النادي على عكس برشلونة هلأ طبعا الوضع الايديا اللي بيكون أنه هو يعتزل بالنادي يلي بلش معه وطببه وهالأمور كلها ولكن حسب ما نبين من الظروف لهلأ أنه الشائعات فيه منا شي ملموس شكرا لك دينا على هادي المقابلة إذن مشاهدي الأنباء هادي كانت أخبارنا لهذا الأسبوع شكرا على حسن المتابعة